فروق قرآنية الفرق بين ميت وميت الميت بتخفيف الياء وتسكينها تطلق على من مات فعلا فخرجت روحه وصار جثة هامدة لا حياة فيها ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أما الميت بتشديد الياء وكسرها فتطلق على الحي الذي سيموت أي من كان مآله إلى الموت حتما كما في قوله تعالى ردا على الكافرين الذين تمنوا موت النبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون أي إنك أيها الرسول ستموت وإنهم سيموتون فلا شماتة في الموت فالكل فان ولا يبقى غير وجه ربك ذي الجلال والإكرام فروق قرآنية